ماذا للحديث متواصل عن ألمينيا عروس الصعيد ورسلنا محمود جميل هناك ربما خلينا نذهب لي نتعرف منه على تطورات الخاصة بالمشروعات التنموية والخدمية التي افتتحها سيدة رئيس عبد الفتاح السيسيونك صباح الخير يا محمود صباح الخير عليك يا مصطفى وصباح الخير عليك يا بصند بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان الحقيقة محافظة المينيا في عروس الصعيد عدد كبير من المشروعات اللي تم افتتاحها وكان يوم مهم طبعا في تاريخ محافظة المينيا وبالنسبة للأهالي في محافظة المينيا لكن تبقى المحطة الأهم اللي كانت موجودة في المشروعات والافتتاحات هي قرية معصرة ملوي اللي بنتواجد فيها حاليا وبننقل لحضراتكم التفاصيل المشروعات اللي تمت داخل قرية معصرة ملوي تحت طبعا المبادرة الرئاسية حياة كريمة الحقيقة معصرة ملوي هي من أكتر القرى اللي حظيت بمشروعات حياة كريمة احنا بنتكلم على أن في محافظة المينيا عمتا في 192 قرية لكن تحديدا مركز ملوي وهو مركز من ضمن خمس مراكز على مستوى المحافظة في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة قرية معصرة ملوي ضمن 49 قرية في مدينة ملوي المشروعات هنا أكتر من 15 مشروع وبنتكلم في عدد كبير من المشروعات اللي بتخدم الأهالي لو تكلمنا بقى عن المشروعات اللي يعني أحداث الطفرة وعرس تنموي داخل قرية معصرة ملوي احنا بنتكلم على عدد كبير من المشروعات في عدد من المجالات بنتكلم طبعا على المجمع الزراعي لأن 80% من سكان القرية بيشتغلوا في الزراعة فكان فيه اهتمام بالمزارعين والفلاحين من خلال وجود المجمع الزراعي اللي بيحتوي على وحدة بيطرية ومكتب إرشاد زراعي وكمان مركز للألبان أما لو تكلمنا عن الجانب التعليمي كان فيه اهتمام بالجانب التعليمي من خلال وجود ثلاث مدارس تم إعادة تأهلهم وتطورهم وتوسعة عدد الفصول فيها بنتكلم عن مدرسة عزبة جدالة وبنتكلم عن مدرسة وحدة المعصرة كل مدرسة مسارة عزبة جدالة فيها 15 فاصل دلوقتي فكل الفصول دي بتسع أكبر عدد من الطلاب بدون ما يكون فيه أي كسافة الجانب الصحي طبعا وحدة طب الأسرة موجودة وحدة تنمية الأسرة والطف لكن يبقى المشروع الأهم داخل قرية معصرة ملوي وكان حلم الكتير من الناس هو مسألة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكمان وجود الانترنت فائق السرعة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي لما كنا بنتكلم مبارح مع الناس مبسوطة من فكرة وجود الحياة الكريمة بمعناها الأصح والأدقة أن تحول من التعب والمشقة اللي كان موجود قبل كده فيما يتعلق باستوانات الغاز لوجود غاز طبيعي بكل سهولة في المنازل دلوقتي الجانب الآخر كمان اللي فيه أحد المشروعات التنموية هو مركز خدمات المواطنين اللي موجود في قرية المعصرة إحنا بنتكلم على 30 ألف مواطن داخل قرية المعصرة فقط هيستفيدوا من الخدمات اللي بتتقدم داخل المركز من خلال السجل المدني من خلال الشهر العقاري من خلال التضامن الاجتماعي استخراج البطاية الشهادات الميلاد كل المستندات أو المستخراجات اللي بيتم استخراجها مميكنة بقت موجودة كلها في مكان واحد فطبعا سهل عملية استخراج والخدمات اللي بتقدم للمواطنين لأنهم في الأول كانوا بيروحوا مدينة ملوي علشان خطري يستخرجوا كل الخدمات دي ويحصلوا عليها لكن دلوقتي هيكون فيه سهولة كبيرة جدا في مسألة أنه هو يحصل على كل هذه الخدمات في مكان واحد فقط كمان من ضمن الخدمات أو من ضمن الاستفادة الكبرى اللي هتكون موجودة أنه مش بس أهالي قرية المعصرة لكن كمان القرى المجورة المنضمة للمجلس القروي لمعصرة ملوي فيه خمس قرى أو فيه أربع قرى موجودين داخل المجلس القروي بنتكلم عن قرية الشيخ حسين قرية الريرامون كل القرى دي موجودة داخل هذا النطاق فبالتالي ستين ألف مواطن ده إجمالي المجمع القروي هيستفيدوا من مجمع الخدمات الحكومية اللي موجود في القرية فبالتالي طفرة كبيرة جدا بتتقدم طبعا للمواطنين هنا داخل قرية معصرة ملوي كمان عمدنا مركز شباب داخل قرية معصرة ملوي هو ضمن 54 مركز على مستوى محافظة المينيا مركز شباب على مستوى محافظة المينيا بالإضافة طبعا لوجود مكتب بريد مكتب البريد اللي تم إنشاؤه هنا ولتفقده سيادة الرئيس مبارح مكتب مهم جدا لأنه بيقدم كل الخدمات الخاصة بالبريد والمعاشات وكمان الخدمات اللي بتبقى خدمات رقمية أو عبر التحول الرقمي فبالتالي بيقدمها طبعا مكتب البريد لأنه موجود فيه موقف للسيارات فيه كمان وحدة إسعاف فبالتالي شكل قرية المعصرة تغير تماما بالمشروعات اللي موجودة داخل مبادرة حياة كريمة إحنا بنتكلم على مستوى محافظة المينيا حوالي 3482 مشروع لكن معصرة ملوي فيها عدد كمين مشروعات أخيرا الناس هنا مبسوطة جدا حالة رضاء تامة جدا الناس مش مصدقة اللي حصل إمبارح عايزة أقولك بالليل كان المكان ده اتحول لشبه مزار سياحي بدون مبالجة الناس كانت بتيجي هنا كل الأهالي بتصطحب بقى أطفالها وكل واحد بيجي يتفرج بقى على المشروعات اللي موجودة هنا في قرية المعصرة وبيقول إن ده حلم وتحقق وإن قرية المعصرة يعني ده نقلا عن أحد المواطنين دخلت التاريخ من أوسع أبوابها إن أول زيارة لسيادة الرئيس عفتاح السيسي في محافظة المينيا تكون بأول محطة ليه في قرية وتكون قرية المعصرة فبالتالي أحلام كتير اتحققت للمواطنين داخل قرية معصرة ملوي بكل هذه المشروعات ووجهوا الشكر لصاحب الفكرة وصاحب الفكرة هو الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق هذه المبادرة في 2019 ودلوقتي بقى بنشوف الأحلام بتحقق على أرض الواقع داخل قرية معصرة ملوي دي يعني أبرز التفاصيل والصورة كاملة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية معصرة ملوي إحدى قرى محافظة المينيا من عروس السعيد صحيح برجع لكم في السيديو سبا شكرا لك يا محمود وبالتأكيد زي ما قلت يعني الزيارة اكتسبت أهميتها بالفعل منفتاح هذه المشروعات من مشروعات حياة كريمة لقدمت عدد كبير من الخدمات المواطنين وأيضا للقرارات اللي اتخذها السيد الرئيس داخل المينيا وديكات رسالة مهمة جدا وديكات رسالة مهمة جدا